مرحبا حضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور الحياة ملف الأدوية ده من الملفات الخطيرة جدا جدا سواء يعني يتكلم على المستوى العام المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الصحة للناس ومن حضراتكم كتير بعتونا تكلموا وفتحوا ملف الأدوية وسألتوا كتير على بعض أنماع الأدوية اللي نقصة وعلى التزبزب في أسعارها واختلاف أسعارها رغم أنه ده نفس الدواء سواء النواقص أو فرق الأسعار معاكم النهاردة هنفتح الملف ده ونشوف إزاي ممكن السيطرة أو هل نقول أنه الإجبار أو التحكم في ارتفاع أسعار الدواء والنواقص دي إيه السبب في اختفاءها ونفتح الملف اللي هو فيه من حضراتكم أي تساؤل أو شكوى تقدروا تتواصلوا معينا برضو على الأرقام اللي هتكون قدامكم النهاردة وبيشرفنا وسعيدنا وجاوب على تساؤلات حضراتكم دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية صلاح الفول يا دكتور نورنا جدا يا دكتور باختصار يا دكتور اللي عايز أقوله حرك النز علىنا النز علىنا من أمرين ارتفاع الأسعار ونقص بعض الأدوية خاصة لبعض الأمراض المزمنة لكن هبتدي مع حضرتك بزيادة الأسعار والنهاردة المواطن لا يحتمل لكن في زيادة كبيرة في الأسعار مين المتهم في فكرة الأسعار وهل الشركات تستطيع أن هي تزود أسعار دون الرجوع أو دون رقيب هل ممكن يحصل كده؟ أولا الدواء هو سلعة استراتيجية أمن قوي لها بعض اجتماعي محددة السعر لها تسعيرة جبرية لها تسعيرة جبرية أدوية لها تسعيرة جبرية دولة لأهمية الدواء بالنسبة للمواطن فهي حريصة على مصلحة المواطن مواطن الدولة بتتولى عن طريق أنها بتوفر له علاج مجاني عن طريق تأمين الصحي ووزارة الصحة وكده وفيه حاليا التأمين الصحي الشامل خطة ماشية وماشية كويس قوي في بعض المحافظات وعملة شغل كويس جدا والمحافظات اللي بيطبق فيها لتوجد جيد نيجي بقى للدواء في التعامل في القطاع الخاص قطاع الخاص ده قطاع استثماري يعني النهاردة احنا بنستثمر وبندخل استثمارات في مصانع بتطلع المصنع المصنع بيتكلف له حوالي 500 مليون فيه مساهمين بيبدأ ينتج وكده لازم أنه هو حيكلف وحيطلع ربح والكلام ده كله طب للمصانع الأدوية النهاردة بتجيب مواد خام ومواد تعبية وكده بتجيبها منين؟ بتجيبها من بره بالدولار يعني احنا تقريبا 90% من احتياجنا بنجيبه بالدولار العلب اللي احنا بنحط فيها الدواء والحبر مصر بتستورده طبعا بيعتبر من مكونات الصناعة اللي بنستوردها التسعير أنا النهاردة جيت كلفت علم الدواء 10 جنيه فروحت رايح لهذه الدواء قلتونهم دي تكلفة علي 10 جنيه أنا عايز سعير 10 جنيه هذه الدواء بقدم لإدارة اسمها إدارة التسعير هذه الإدارة بتاخد الكلام ده وتدرسه بتدرسه هي عندها من الخبرة الكافية والاحترافية الشديدة أن هي تطلع للتكلفة بالزبط هي الشركات يا دكتور بتقول أن مربط الفرس في أن البنوك لا توفر اعتمادات مستندية لشركات الدواء اعتمادات بالدولار يكفي لإستراد الدواء فبتطر تلجأ أن الشركات هي اللي بتوفر العملة بطريقتها الخاصة من السوق الموازي أو المعروف عنه السوق السوداء فبالتالي هو بيجيب السلعة في الآخر بتتكلف عليه مبلغ كبير بسهرك أول المبدأ أن التسارع جبرية وأنا داخل بسعر فبسعر دلوقتي الدولار في البنك رسمي بكام واحد وثلاثين هي تدوى بتديني سعر بين الدولار بواحد وثلاثين أنا بقى كراجل مصنع دو لو حبيت أجيب مادة خام لابد أن الدولة لابد الزامن على الدولة توفر لي الدولار أبا واحد وثلاثين اللي سعرت لي عليه بس ده ما بيحصلش ما هو لو أنا كمصنع روحتي جبته بستين جنيه هقصر أكيد طب مش ما هي الدولة ما بتوفر ليش ما هي الدولة مش هوقف المصنع برضه مش بيحصل لا بس حضرت الدولة بتوفر للدوة كأولوية كسلعة استراتيجية ولكن بضوابة معينة مع هاية الدوة وبنسب محدد لو عايز عشرة بياخد ثلاثة بياخد اتنين بياخد اتنين المتاح أنه هو الأدوية اللي هي ملاجبا دايل أو الأدوية الأمراض المزمنة لها أولوية على حسب المتاح لقطاع الدوة خلاص فإحنا ما نقدرش نجيب من سودة كتير يعني عارف حضرتك ممكن أعملها مرة بس مش هادر أعملها كل مرة أصلا ما ينفعش إن أنا النهاردة تسعيرتي جابريا بتلاتين أروح جايب دولار بستين طب هو دا مش مخالي إن فيه بعض الأصناف أو الأنواع للأدوية الأمراض مزمنة زي مثلا حاليا مش متوفرة الغدة الكلا بعض الأدوية للناس بتدور عليها ومش بتلاقيها أن النواقص أساسي فعليه وبنفضل برضو ندور على البديل أو المسيل وبنسأل عشان نلاقيه بس في حاجات حيوية متعلقة بها حياة الناس يا دكتور تمام أول حاجة إحنا حنقول رقم خمستاشر تلتمية واحد خمستاشر تلتمية واحد وده قلناه ورده في البلدناريج بتحريركم قبل كده ده عبارة عن إدارة النواقص في هيئة الدواء حضرتكم أي حد بيتواصل معها بيقولوا الدواء فين بديلوا إيه سيروا إيه تمام تمام تاني حاجة إحنا الغدة دواء الغدة اللي هو الالتروكسين بتاع جلاكسول اللي هو بتاع شركة جديدة اللي اشتريت من جلاكسول إذا الدواء بيتم استراضه من بره لظروف معينة في استراضه كشركة لتصنيعه بره وكده إحنا كمصر عندنا مثائل وبدال حصل نقص في مثائل وبدال لما كنا محركوا آخر مرة كانوا الدواء الغدة وياخد مساحة كبيرة قوي في الإعلام وفي السوشيال ميديا إنه نقص والناس هتموت لما الناس جينا وقلنا وعملنا وعي إعلامي إن فيه بدائل ومثائل بدأت ناس تلجأ للبديل النهارة ده ما بنسمعش الشكوى من دواء الغدة لأن البديل المصري موجود مش بس كده دهائت الدواء موفرة بديل ألماني تالت يعني فيتها لقى اتنين مصريين وواحد ألماني تالت والمخزون يكفي مع حضرتك سنة وبالتالي ناس تنزل بتجيب بتلاقي الدواء البديل له نفس دواء الغدة ده لا موجود في السعودية ولا موجود في أمريكا بس أنا كنت بجيبهم السيدالي اللي تحت البيت النهاردة ما بلقيهوش بتقول لي لا إنت حضرتك روح هاتو معرفش منين والمصلحة الفلانية ولو تأمين صحي حضرتك هنجيبهولك ولو أنا مش تأمين صحي أنا كنت بانزل السيدالي اللي تحت البيت أي دواء عايزوا بلا أيهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو اللي عليه ده مش المفروض انه بيبقى من الطبيب المعالج اللي عارف ان المادة الفعالة ان ده هيبقى المثيل او البديل بصها الأطباء معظم الأطباء لا يعلموا عن الدواء حاجة كعملية تجارية الا الاسم العلمي يعني الطبيب درس في كلته في مادة الفارماكولوجي درس الكلام ده واحنا السيادلة اكتر ناس نعرف الدواء وبداله ومثاله الطبيب في عياته بيجيله حد مدوب بيزوره بيكتب الاسم التجاري انما نفس الطبيب ده بيكتب في المستشفى الحكومي الاسم العلمي الاسم العلمي بس والصيدالي هو اللي بيرشح في أوروبا وامريكا كده وهو ده الصح وعشان كده ما تسمعش عن قزم الدواء بره احنا هنا مش كده انا هنا بروح للدكتور اللي بيعالجني فبيديني رشدة هو بيبقى كاتب اسم معين مش المادة الفعالة اللي انا بروح بيها للصيدالي جعل الدكتور يديني هو بديل اكتبي انا بقوله انا عايزة بو كارتونة صفرة او داي كارتونة برطقاني بص انا معاك بص القصة هنا في انه الطبيب بيكتب اسم تجاري بناء انا راجل مقتهد شركة زرته كلمته عن دواء حفظه كتبه في شركات تانية كتيره هو معرفهاش قدمت له عرض كويس من يعرفها سيدالي ده رقم واحد رقم اتنين في ازمة الدواء الغدة انا سيدالي كان بيجي للبيشن اقوله لا ده مش موجود الاجنبي موجود المصر اهو صوروا بيصوروا على الواصل بيصوروا على الواصل بيصوروا للطبيب الاطباء بتوافق خلاص في الوقت في الوقت الحالي اللي انت فيه حضرتك بره في امريكا واوروبا مفيش زي ما حرق قلت قصة الاسم تجاري الاسم العلمي مفيش ازمة مفيش ازمة انا معايا شريك مصري امريكي عالم من العلماء الدواء في امريكا كان عندنا من ست شهور قعد بيستغرب بيقول لي ايه مشكلة ما عندناش القصة دي في امريكا وزمان في مصر كلنا نفتكر الفيلم الشهير بتاع هذا اللي تشرب هذا دواء لما رحت للصيدالي عمل لها التركيبة هي كانت القصة بالاسم العلم وصيدالي هو البرائم بصة حضرتك في الوضع الحالي الدنيا مش افضل حاجة طبعا ولكن احنا كلنا البلد دي بتاعتنا ايه فبنتكاتف على احنا نحل صحيح نحط حلول علمية منطقية تتماشى مع ان الناس تلاقي دوها ايوه وبجودة ايوه وبسعر عادل خلاص في الوقت ده بالزيت انت حضرتك بتعلي العلم يعني بتشتغل بطريقة علمية العلم بره بيقول ايه ان الدواء بالاسم العلمي بس فيه ادوية ملهاش مسيء يعني يا دكتور فيه دواء مثلا كان لسه حد بيكلمنا عليه من يومين هو تقريبا بيعالج نبضات القلب مع الضغط في نفس الوقت البديل بتاعه ان انا اخد اتنين دواء كل واحد لوحده طيب فهو الدواء نفسه ملوش مسيل ان انا اخد الحباية اللي بتعالج الاتنين مع بعض الدواء اللي حراب تكلم عليه من غير الاسم من غير الاسم بنعارف الاسبوع اللي فات نزل بقى الشركة انت جيته ونازل سوق خلاص هو يمكن معمل جاب حوالي اسبوعين ثلاثة اكتر من سؤال واكتر من رسالة بنفس ال اعمل جاب من اسبوعين ثلاثة ولكن هو حاليا نزل في السوق وسعره مغليش زي ما هو خلاص ده حالة استثنائية انما بيت الادوية الادوية اللي مش موجودة نقدر نبتسع الى خمساشر وثلاثمية واحد نقدر نزل على صيدلات الشركة المصرية تجارة الادوية اللي منها صيدلية الاسعاف هي اشهر حاجة الناس كلها عرفها صيدلية الاسعاف يقدر اي مريض يروح هناك بالرشدة وبصورة الرقم القاوم اللي هو تأمين صحي مثلا بمفروض انه بيصرف العلاج ده طبع التأمين وراحل الاماكن الصيدلية دي ممكن يصرف منها برضو بالتأمين بتاهم لو عنده تأمين لو عنده تأمين لو ما عندوش هيبقى هيشتريها بس بسعرها الرسمي بالرشدة وبالرقم القاومة طب انا عاد سلحك برضو على موضوع تزبزو بالاسعار في بعض اسعار الادوية اقول من مكان التاني من صيدلية للتاني يعني بص حضرتك في شهر خمسة 2016 تلع قرار بزيادة سعر الدو عشرين في المية خلاص النهاردة ساي اتنين وعشرين الزيادة من النهاردة عملت ايه كان عندك كام دواء متدور في مصر عشر تلاف كام دواء بتحرك سعرهم وقتها سبع تلاف بقت عملت فوضى في سوق الدو كل سيدلية وبيتبيع بسعر وكل بتاع وحتى وزارة الصحة نزلت في جريدة الاهرام بيان سيدلية بتبيع سعرين سيدلية الوحدة ده واحدة واحدة بس عنده دواء مثلا بخمسة وتسعين وده بخمسة وسبعين ليه عشان ده الجديد التشغيلة القريبة وده التشغيلة وده تشغيلة انا بجيب لحضرتك اصل مشكلة منين اصلها من هنا ففي 12 يناير 2017 تم تحريك 15% من أدوية 50% وقتها طلع قرار من وزير الصحة الله رحمه الدكتور أحمد عمد خلاص بين الدواء الجديد التسعير من أول ما تبستلمه على الانتاج الجديد فأصبح القديم زي ما هو بالسعر القديم بالسعر القديم فحركة بتتزيل السيدلية انا مخزن عندي 20 علبة بالسعر القديم واحد تاني عنده علبتين فاللي عنده علبتين خلص فجاب السعر الجديد أنا عندي سعر قديم هتلاقي سعر اللي عندي أقل تروح لللي بعد هو خلص أصلا حالك متخيل ده عمل لغبطة عمل لغبطة أنا هدخل السيدلية دي هجيب من الانتاج الجديد بالسعر الأغلى بص حضرتك هو مش عمل لغبطة هو بس ده استغلال كبير استنزاف لموارد السيدليات بالضبط فيه سيدلات قفلت حضرتك وتبعت لأنه حضرتك أنت عارفة قرار السعرين ده كلف المفروض السيدلة يدفعوا من جيبهم هم أو الموزعين كم 20 مليار جنيه يا ساتر طبعا فاندي ما هم حلوها وفي حل كان بسيط وسهل والناس كلها وأكتر من حد قالوا الكيو أركود ما يتحطش السعر لكن يتحط كيو أركود أي مواطن النهاردة في جيبه موبايل هدخل على الكيو أركود أعرف السعر كان وخلاص وخلصت السعر تغير بتغير من الشركة فلما بدخل على الكيو أركود بعرف أن السعر تغير وخلاص بسهارك أنا معك نظام الكيو أركود ده نظام كويس وإحنا بنطالب به ولكيو أركود ده حيساعد كتير في الحد أو أنه يقلل من غش الدواء أي طبعا خلاص إنما الجزئية في أنك قدام طريقة عادية بتعامل عادي بأنك تسعير لابد أنها تطبع على العلبة بالسعر بتاعها وهناك قرار وزاري موجود هيئة الدواء النهاردة علشان تلغي هذا القرار قرار استراتيجي قرار ما هوش قرار هيئة دواء ده قرار حضرتك له أبعاد اجتماعية لو أكبرت السيدالية والنهاردة ما فيش سيدال ما يقدرش يشتري جهاز للكيو أركود طالما هو بيعمل بيزنس وطالما هو عنده صيدالية مكلفة قد كده يبقى يجيب الجهاز بتاع الكيو أركود أنا حميت المستهلك من الغش التجاري إنه ما بقاش فيه غش في المادة الفعالة نفسها وتأكدت إن الدواء ده العلبة سليمة والسعر عليه وخلاص ده النهاردة الكيس بتاع البطاطس ولا بتاع بيعمله كده وبيبقى كل حاجة وبيجيب لتاريخ حياة البطاطسية فمبالد دواء اللي هو حياة الناس بس حركة الكيو أركود أو فيه نظام أو حاجة بيسمها تتبع الدوائي إحنا ماشيين في تطبيقه كمصر خلاص وفيه شركات كتيرة وخصوصا اللي بتصدر بتستخدمه ومطلوب منها في التصدير فإحنا بدئين نطبقه في مصر بس ده علشان ياخد محتاج بنية تحتية قوية لعملية التواصل communication إن أنت صيدلية في قرية في نجعة تقدر عن طريق الإيميل أو يعني لها منظومة يعني سيستم زي أي مشكلة بنكتلم فيها سيستم لابد أنك انت 80 ألف زالات زي تعمل عليهم كنترول بحيث التواصل طريقة الكيو أركود الحرارة بتتكلم فيها دي الطريقة دي أنا شفتها في السعودية من كم شهر لين تقولت بالضبط موجود وده بس ده حضرتك فيه تكلفة للخدمة دي التكلفة دي لابد من مراعاة إنه الدواء تسعيرها جبري فأنت لابد إنك تبعارف التكلفة دي حتكلف العلبة كام لأن كل علبة عليها تكلفة زيادة فهيئة الدواء لازم تحط هذا على ففيه قصة إنما في الآخر الوقت الحالي في الظروف الحالية في سعرين أثرت على اقتصادات السيدليات والموزعين صادلة كتير يتقسروا لأن أنا النهاردة ببيع الحاجة بمية وبشرية بمية وعشرين فلازم أحط من جيبي عشرين زيادة ففيه صادلة بيقدرش يحط العشرين بيبيع صادلة أنا أقول حك الخدمة اللي مفروض يعني بمين إنه هو تسعيرها جبرية ولو أنا أضفت خدمة لأن أنا بعمل سيستم فالمواطن هيتكبد جزء منها مش الصيدالي اللي هو هيعمل كه عشان ما يخسرش وقت أزمة الكورونا أو أزمات معينة أو بيئة الناس كانت بتخزن الدواء الناس كانت ممكن بتدفع تمن العلبة ممكن مضاعف مرتين وثلاثة مقابل إن أنا أحصل على ده يعني أصدي المخاوف خلت الناس ممكن تبقى جزء أو شريك من صناعة الأزمة بقى أنا مع حضرتك عشان كده الجزء اللي بتتكلمي فيه ده جزء مهمة قوي إحنا ما نخزنش تخزين الدواء أولاً ليه إكسباري وليه تخزين بشروط معينة لعدم تخزينه والتخزين جايد يأثر عليه وبوازه الأهم من ده هو التخزين أنا بخزن ليه أصلا الدواء موجود بخافي بأم مش موجود بأم من نفسي هاتي هاتي خمس علم الدواء ده الوضع كالقاتي التخزين هيعمل مشكلة هيعمل أزمة أنا لما بيجيلي مريض في دواء الغد ده كان عندي اللي هو الدواء اللي هو الأجنبي المستور فبيجي حد عايزي ياخد الأجنبي المستور العلبك فيها شريطين كنت أبدل للبيشن شريط يقول لأ أنا عايز علب أقول له لا هي شريط لسبب أقول له أنت لو أنا ديت لغيرك الشريطين ما أنت بش تلاقي عندي صح أدي وتعالي الأسبوع الجاي أدي لك وهكذا بحسب أنا يبقى القصة نقدر نعدل أزمة سوا الفكر إن إحنا النهاردة لازم نبقى شايفين إحنا إزاي بنتعامل مع أزمة كلنا مش إن إحنا يبقى دف حتة ودف حتة لا الدواء هو مسؤوليتنا كلنا مسؤولية ثقافة المواطن إحنا مشتغلنا عن ثقافة المواطن على الفكرة في دواء الغدة نجحنا طب دكتور في سؤال يعني كان حد سأله وأنا حابب بقول حضرتك أو حد يعني كان بيتكلم فيه اللي هو هل من الممكن في ظل أزمة استراد المواد الخاصة بالأدوية هل من الممكن إن الدواء نفسه الشركة تستغنى عن مادة أو اتنين من المواد الفعالة من أجل وجود الدواء على الرف في السيدلية ولا ده مش ممكن يحصل البعض بيبقى متشكك في العيل بناء يقول لك ما بقيتش تجيب مفعول زي ما كانت طبعا ممكن تكون حاجة نفسية ملهاش علاقة بالقاس بص استحالة استحالة شركة إنها الدواء بتاعها تنزله بالأقل من الجودة المطلوبة عالميا واحد في المياه حضرتك الشركات النهاردة لما الدواء بتاعها بيتغش هي اللي بتنزل تلف عليه وتتتبعه ويتبلغ التفتيش عشان ينزل به منشور للسمعة بتاعتها لأن في الآخر إحنا في أدوية مخشوشة تم اكتشافها عن طريقة طباء كتبوها ما لقاش نتيجة جابوا الشركة قالوا لا دواك ما يواملش نتيجة نزلت لقيت الدواء مخشوش فلا إحنا إلا سمعة الدواء إحنا سمعة الدواء إحنا في مصري محترمة جدا إحنا من ست شهور حدثة كبيرة جدا حصلت في منطقة اللي هي الفرق في آسيا خلاص شارع آسيا هناك هناك الدول اللي هناك جابوا استخدموا الأطفال خافض للحرارة خلاص خافض للحرارة براستامول حاجة عادية ودولة واحدة من إفريقيا جابت من نفس الشركة اللي هما جابوا منها فحصل حالات وفيات أطفال يا سيادر فلما منظمة الصحة العالمية تدخلت في موضوع اكتشفوا لقيت اكتشفوا إن في شركة هندية بتصنع الدواء ده المادة الفعالة بتدوابها في حاجة اسمها سولفنت حاجة بنزيبة بتدواب المادة الفعالة فأنت عندك نوعين من مادة الفعالة مادة فعالة آمنة وفي مادة فعالة رخيصة بس درجة مأمونيتها ضعيفة فراحوا مستخدمين الأرخص الأرخص فقدت إلى حالات وفاق فطبعا دي عملت انزعاج لك أنت تخيل بقى إن دولة الأفريقية راحت للمنظمة الصحة العربية طلبت منهم يا حضرتك ثم إحنا عايزين نسترود الدولة بتاعنا من مصر على فكرة مصر عندنا شركات وصمعة كويسة شركات القطاع الخاص في مصر بتصدر لتقريبا معظم دول أفريقية يعني سيداليات أفريقية موجود فيها الدول مصر بشكل أفريق إحنا سمعتنا كويسة ودوانا كويس هي عملية إن إحنا ثقافة ربنا عليها الأجنبي الأجنبي خلاص عشان كده حضرتك بنوجه برضو السؤال لحضرتك هل الدواء المستورة بيبقى دايما فعاليته أكبر من الدواء المصري الدواء اللي أنا بدفع فيه 700 جنيه هو هو زي اللي بجيبه بستين بص حضرتك أنا من حوالي ثلاث شهور في سيدالية جالي طبيب زميل استشارة عظام بياخد دواء سكر 8500 جنيه جبت بوله جبت بوله وروحت جاب له دواء للشركة من الشركات الكبيرة أو في مصر زي بالزرط 8 وكان 250 قلت له دا عندي أنت ها ها انت ها عندي فقراء قال لي يا دا شركة كبيرة قال لي تابعنا أخذ شريطة الجرام خلاص لك أنت تدخل نهار دا ماشي عليه قابلته بعد شهر قلت له إيه الأخبار قال لي على فكرة نتائجه زي الأجنبي بل بالعكس التاني بي نشف للري دا بي نشف ليش الري أفضل في كائدات أدوية فيها رسيد الفكرة أدوية فيها رسيد دا شركات مصرية إحنا العالم كله بتكلم عننا في الكلام أدوية فيها رسيد إحنا لو ما كناش حنقدر ندفع فطورتها لو جبنا الدواء الأجنبي أو 30 ألف دول إحنا نزلنا القناعات دي بتيجي بالأزم يعني أنا أنا بشوف إن قناعاتنا بتتكون مع الأزمات يعني الدواء دا مش موجود فأنا اضطريت أو الصيدالي رشح لي دا البديل المصري أخدته لقيته أرخص بيدي نفس الفعالية أو أكتر بلاقي نفسي موفر في فلوسي بياخد نفس الجودة في العلاج فبتدي أمشي على دا لكن بيبقى بعد ما بتحصل الأزم حضرتك برضو بتشوف ممكن إزاي نمشي في الاتجاه دا من ناحية التوعية أو التسقيف أو التطور أكتر في الصناعة بحيث أن الدواء المصري يبقى واخد حقه أنا بشوفه أنه الغد باتي لسه مش واخد حقه رغم الجودة بتاعته لا والدواء المصري مش واخد حقه على مستوى البلد هنا لسبب للثقافة وكان هناك دايما اتجاه من الشركات الكبيرة الشركة اللي هي بتبعلك الدواء بخمسمية جنيه ده خلاص ما هي لازم تقنع لقدامك طب إيه الفرق بيني وبين أبو 200 وخمسين يعني هنا أصلا بجيب مادة خام منين عشان تبعارفين عشان تبعارفين موضوع المواد الخام المواد الخام بتيجي منين من الهند والصين الشركات الأوروبية والأمريكية معظمها الكبير بيصنعوا في الهند والصين ويروح جاي مستورد هو المادة الخام من الهند والصين ويدخلها عنده في أوروبا وفي أمريكا ويغير التيكت ويبيع هالك بسعر قد كده الحل اللي أنا جايب منها سأنا واخد ليبل عليه إدن الدواء ده أمريكي خلاص فهي دي النوع وبتكفيها أكتر وبتفع لكم فإحنا لأ مش موضوع سعر يعني في نهاية حلقتنا وفقرتنا أنا الاستفادت بحركة النهاردة أني ندور دايماً على البديل والمثيل وجملة جميلة حضرتك قلتها في الأول إحنا في أزمة آه في أزمة لكن بنحاول ندير الأزمة مع بعض بنحاول نعدي بالضبط مع بعض وإحنا ما بننكرش إن فيه أزمة وبننكرش إن فيه أدوية نقصة في السوء لكن نحاول ندور على البديل والمثيل لحد ما نعدي هذا نغير ثقافة حضرتك نغير ثقافة أنا بشكر حضرتك جداً دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية نورتنا جداً نورتنا دكتور صباح شكراً لجوت حضرتك معنا بنشكر كمان حضرتك جداً على حسن وطبعات كلنا في حلقة النهاردة بكرة إن شاء الله تسعة الصبح صباح جديد وحلقة جديدة ويومكو جميل صباح الحون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة